هنسيب حركة مع موجز لهم وآخر لنباء بصحبة زميلة ندينة شارفة فضل يدينا شكرا لك مصطفى التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة التجاوب مع الجهود المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري بما يسمح بتعزيز مصاري التهدئة والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق أول شارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على التطورات الجارية في الشرق الأوسط حيث أكد الرئيس السيسي أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبدل كافة المساعي وتكثيف الجهود والضغوط لنزع فتيل التواطر ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي مع وزير خارجية نيجوريا يوسف ماتياما توجار وذلك في توكيو على هامش الاجتماع الوزاري للالتيكاد وذكرت الخارجية في بيان أن عبد العاطي تبادل رؤى مع نظيره النيجوري بشأن تعديس بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية مشددا على أن مصر ستظل دائما داعمة لاستقرار ورخائد والإفريقية الشقيقة وللمصالحها في كافة المحافل الإقليمية والدولية هذا وتناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات في منطقة الساحل وغرب إفريقيا بما في ذلك التحديات الأمنية والتأثيراتها أعلنت حركة حماس أن وفد الحركة المفاوض غادر القاهرة بعد أن التقى الوسطاء في مصر وقطر واستمع لنتائج جولة المفاوضات الأخيرة وأوضحت الحركة أن وفد حماس طلب بإلزام الاحتلال بما اتفق عليه مثاني من يوليو وفقا لما ورد في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمنة وأضفت الحركة أنها أكدت ضرورة أن يتضمن أي اتفاق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا من قطاع غزة مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن أي اتفاق حرية عودة السكان لمناطقهم والإغاثة والإعمار وصفقة تبادل الجد استشد شابان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة تسليفة بالضرف بالضفة الغربية المحتلة وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص بكثافة صوب المركبة التي كان يستقلها الشابان ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف من الاقتراب منها بحجة تنفيذ عملية دهتس وباستشهاد الشابين يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا بينهم 147 طفلا وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية استشهاد عدد من الفلسطينيين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة كما قصفت طائرات الاحتلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ما أصفر عن شهداء ومصابين قال الرئيس الأوكراني فلودامير زيلينيسكي أن قوات الاوكرانية تقدمت لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلو مترات في منطقة كوسيكا الروسية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي تصدق الهجوم الجوي روسي على كيف ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر موسيقى